كما ينضم إلينا من بيروت العميد الياس فرحات المحل العسكري والإستراتيجي ومدير التوجيه في الجيش اللبناني سابقا أهلا بك سيادة العميد الياس على شاشة الغد كيف يقرأ أو تقرأ هذه العملية عسكريا يعني بداية نبدأ بالغموض الذي يلف هذه العملية إذ كما قال ضيفكم كريم يعني حصل انفجار في مجد شرق حيفة شمال شرق حيفة بعبوة ناسفة تبين الإسرائيليين أن مختلفة عن العبوات التي تستعملها منظمات فلسطينية في الضفة الغربية وغزة وهذا ما لفت نظرهم ثم سمعنا أنباء عن أن وزير الدفاع ورئيس الأركان ورؤساء الأجهزة مكثوا 24 ساعة في مكاتبهم وهذا ما أحدث ذعرا داخل إسرائيل كما أن تغريدة رئيس الأركان الجنرال هيرزي الهاريفي من أن ممكن أن يكون هناك قال للعسكريين قال أثناء حديثي لضباط العسكريين أن يجب أن يبقوا على استعداد لحدث مهم قد يصل إلى إيران وهذا حرب شاملة وهذا ما دع المستوى السياسي في إسرائيل إلى الإسراع في توضيح هذه الحادثة فجاء البيان الذي صدر من الشباك والجيش بعض الضر ليعطي بيانا حتى الآن لا يوضح كل الأمور من هو الذي وصل إلى مجده وكيف تاردوه إلى منطقة يعلى وهي نحو ألف متر يعني كيلو متر واحد من الحدود اللبنانية مقابل قرية علم الشعب والبطيشي في لبنان هل تجدم إسرائيل أن من قام بهذه العملية قد تسلل من لبنان؟ وكيف تسلل؟ بالضبط يعني هنا السؤال سيدة العميد يعني الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن التكاهنات الأولى تفيد وتشير إلى أن منفذ هذه العملية جاء متسللا من لبنان إلى ماذا استند هنا الجيش الإسرائيلي في بيانه برأيكم؟ يعني استند إلى الجغرافيا أي أنه أقرب حدود الحدود اللبنانية لكن لنعود سيد الكريم إلى عام 2019 عندما كشفت القوات الإسرائيلية أنفاق قالت أنها لحزب الله حفرها من لبنان إلى إسرائيل وستدعت قوات الأمم المتحدة ثم قال رئيس الأركان في حينه الجنرار الكوخافي أننا استعملنا الأجهزة اهتزاز سلبي وكشفنا هذه الأنفاق واتخذنا إجراءات لوقف كل هذه الأنفاق بشر الإسرائيليين عام 2016 أنه وأوقف كل عمل بالأنفاق فإذا اليوم يعني باحتمال الأنفاق يجب أن يستبعد وأذا استبعد هل يكون احتمال تسلل في شاطئ البحر قريب يعني 2 أو 3 كيلومتر من المنطقة يعني هناك احتمالات كثيرة لم تتضح بعد وأذا كانت متضحة لدى الجنب الإسرائيلي لم يعلن عنها لا شك أن هذا أحدث ذعرا وقلقا داخل إسرائيل طيب الجيش الإسرائيلي يحقق أو ما زال يحقق في هذه العملية إذا ما كان منفذ هذه العملية تابع لحزب الله اللبناني إذا ما ثبت أيضا هذا السيناريو وهذه الرواية الإسرائيلية برأيكم كيف سيكون شكل وطبيعة الرد الإسرائيلي عليها؟ سيدي كريم حتى الآن يعني رواية الإسرائيلية أنهم تمكنوا من تحييده وقتله وضبط حزام ناسف لم يقولوا إذا الحزام الناسف كان يرتديه أو كان يضعه في السيارة وإذا كان يضعه في السيارة هذا يعني أن السيارة هي إما له أما لمن يتعاون معه داخل المنطقة وهذا أمر أيضا بحاجة إلى توضيح أكثر أما لجهة الرد على حزب الله فمن المعروف أن السيد حسن نصر الله من عم حزب الله قد سرب في وسائل الإعلام منذ أسبوع أو أكثر لعدة بمرض أن أي رخل إسرائيلي في لبنان سوف يواجه بمواجهة شاملة مع إسرائيل مقصوب بالمواجهة الشاملة أي قصف عمق إسرائيل وهذا يدركه تماما الجانب الإسرائيلي وإذا عطفنا هذا الكلام على كلام رئيس الأركان هاليفي والذي شمل إيران بالاحتمالات للرد فأننا نكون أمام مواجهة شاملة في المنطقة هل تقدر إسرائيل على هذه المواجهة الشاملة؟ هل تقوم بها من دون تنسيق وتعاوم مع الولايات المتحدة؟ أيضا هناك هذا سؤال يطرح نفسه أما لجهات الرد في سوريا فهذا يبدو أنه متاح للإسرائيليين إذ أنهم قصفوا مئات المرات أهداف داخل سوريا لكن إذا كان الرد على أهداف داخل سوريا فهذا سيظهر إسرائيل أنها عاجزة أمام منظمة حزب الله في لبنان نعم طيب في سؤال أخير سيادة العميد إلى أي مدى اهتزت وتم زعزعت الأمن الإسرائيلي اليوم بعد هذه العملية؟ لا شك أن القوى الشرطة والمخابرات والشباك وحتى الجيش في الشمال وفي الجليل استنفرت جميعا ولم تعد منطقة الضفة الغربية وجوار غزة هي منطقة عمليات واستنفار أصبحت أيضا الجليل وشمال فلسطين منطقة استنفار وهذا يرتب أعباء كبيرة على القوى الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أعتقد أن ذلك لا يتحمله الإسرائيليون يعني يكفيهم ما يجري بعمليات متفرقة في الضفة الغربية وقصف في غلاف غزة فالاستنفارات في الجليل سوف تربكهم أيضا وتضعضع القيادة والسيطرة للقوات الإسرائيلية خصوصا إذا كانت عملية هنا وعملية هناك وقصف من غزة ذلك سوف يربك جهاز القيادة والسيطرة العسكري والسياسي في إسرائيل سيادة العميد إلياس فرحات المحلل العسكري والاستراتيجي ومدير التوجيه في الجيش اللبناني سابقا كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك